بات اللبنانيون يسألون هل توقع أحد المنجمين من الذين تحدثوا عن أحداث 2012 أن يخرج ملف الأجور من عقدته؟ سؤال مشروع إذ يبدو أن التعقيدات ما زالت تكتنف هذا الملف مجلس الوزراء ينتظر أن يصله رد مجلس شورى الدولة الذي رفض ما وصله ليبني على الشيء مقتضاءه ولكن وفي الانتظار الوزير شرب النحاس تقدم إلى مجلس الشورى بمشروع مرسوم جديد ليأخذ رأيا استشاريا وهو بذلك وكأنه يقول أنه غير راض على إعادة طرح ما سبق واتفق عليه أصحاب العمل والإنتاج في بعبدة ومجلس الشورى بحسب المعلومات يعقد اجتماعات لدراسة ما تقدم به نحاس أما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فأين هما من الاتفاقات والاقتراحات؟ وهل سيطرح ما تفق عليه في بعبدة على الجلسة المقبلة؟ في مراحل قانونية ما فينا نطلع منها في قرار المسل الشورى على وزير العمل يبلغوا لمقام مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الوزراء وبناء على هذا الأمر يبنى المقتضاء لهذا لا بأعتقد ما تبلغ مجلس الوزراء ما تبلغ رئيس مجلس الوزراء أنا رأيي وزير العمل هو هيقوم بهذا العمل هيحكي مع رئيس الحكومة بالموضوع لأنه التشاور ده أساسي بلزر الموضوع كما عليه أن يدرس ما تم الاتفاق عليه بين المكونات الأساسية للمجتمع اللبناني يعني الاتفاق اللي وقع ببعبدة هيدا اللي متمسكين فيه؟ هذا حواب أساسي تم ما حدا فيه جهل أدعو إلى أن الدولة تقدر تقومن هذا الموضوع وتعطيه الصيغة النهائية لا يوعل حيز التنفيذ أصحاب الانتاج غير العالمين بما يتضمنه مشروع نحاس الجديد مستعدون للنقاش ولكن ضمن ما هو في دائرة المعقول ما حنقبل ننفذ أي مشروع يفرض علينا بالقوة هيدا أكيد لو أكرروا مجلس الوزراء لو أكرروا مين مكان لو مضى مين مكان مع احترامي للكل ما حنخلي حدا ياخد لبنان على شفير الهاوية ياخد اقتصادنا على شفير الهاوية هلأ فيه مشروع بده يطرحه الوزير نحاس نهارو الأربع أنا أتمنى أنه هيدا المشروع يكون مشروع جيد إذا مشروع جيد ونحنا شفنا فيه مصطحة الاقتصاد الوطني وبيرضي العمال نحنا بنمشي فيه نحنا ما فيه شي شخصي مع الوزير ولا تقف الأمور هنا إذ يلفت وزير الاقتصاد أن المكان الصحيح لوضع أسس السياسة الاجتماعية ولتحسين الأجر هو التشريع وليس مجلس الوزراء وبذلك وكأنه رد مبطن على وزير العمل ترجمة نانسي قنقر